السلام عليكم تمنى الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم في فيديو جديد الذي انتعرفوا فيه على سكودا اوكتافيا كان اول ظهور ديالها سنة 1096 كجيل اول ستمر حتى ال 2004 2004-2012 الجيل الثاني 2012-2020 الجيل الثالث خرجوا فيه دوفاز لفاز الثاني اللي معاني اليوم في 2021 2020 تلصى الجيل الرابعة سكودا اوكتافيا ولكن ما زال ما دخلش النور الضفريك تعتبرت السيارة هذي اشهر سيارة بالنسبة لشركة سكودا كنتمتل النسبة ديال الانتاج ديالها 40% من نسبة الانتاج تاع الشركة الشركة تشيكية ولكن عندها بلاتفورم كنتمتل الجروب تاع الفولزفاغن موتوريزازيون جروب هذين كتشفوا هذة الموتوريزازيون جميع الازوبسيون اللي فيها بالقوام حالي سكودا اوكتافيا عندها موتوريزازيون قوية تبارك الله موتور دوليتر تيدي لينرجي ديزيل 4 سيلندر السيلندر الفوليم ديالها الف وتسعمية وتمانية وتستين سنتيمتر كوب بوصنس فسقال ثمانية تاعي شوفو الوراق الكبار بوصنس ماكسي ديالها مية وتلاتة وربعين شوفو كيوصل الكوبل ديالها تلاتة مية وعشرين او تلاتة مية وخمسين على حسب رباط فيتس للديتي مانويل ستعلي رابور او دي اس جي اوتوماتيك كيوصل الكوبل ديالها حتى ميتين وخمسين نيوتون متر الكنسومسيون ديالها ميكس 4.6 لتر في كل مية كيلومتر الامووسيون ديال سي او دو مية وتسعة عشر كرام في كل كيلومتر الفتس ديالها كتوصل تل مية فيتس ماكسي حتى ميتين وحد عشر كيلومتر بارور الاكسلراسيون ديالها 0.8 فاصيلة سعود ما شاء الله خوتي حاولوا الطنو بلادي عندها اتبار طلاح محرك قوي قوي بزاف حاولوا في طريق السلامة فوق كل اعتبار الخوط اجنشوفو اهم لزوبسنو اللي كينين فيها من شكل غارجي ومن الدخل ان شاء الله سكودا اوكتافيا كتخرج بتلاتة تالي فرسيون كينا الامبسيون كينا ستيل كينا سبيسيال اديسيون وكينا زائد الفرسيون الاخيرة اللي هي اديسيون الميتة وبإمكانك في اي فرسيون في هذا بإمكانك تكمندي بوات فتس دي اس جي سكودا اوكتافيا شكل خارجي ما شاء الله زوينا عندك البروجكتور ديالة تيجي وليد على حسب الفئة اللي اختارتي عندك الكلندر ديالة ضائر على انكادر كرومي القابو ديالة في لايرو ديناميك جافي اللوغو تاع سكودا عندك اللي غادغ ملقة الدمو من اللور اللي فاغون تيبغويا الباطكاست ديالة البارشوك ديالة جاء اوفغوم باش يتخلى الهواء بواحد الهواء بواحد كونتتي كافية للموتوريزاصيون ديالة القابو ديالها جافت اللوغ هادا جافت الشكل هادا اللي زوين اعطى ديزاين زوين اعطى واحد لمحة رياضية حيث الموتوريزاصيون ديالة خوتيرة 143 نشوفو ما شاء الله اللي كتديفلوبي تقريبا 350 نيوتون متر فالطنوبيلا الموتوريزاصيون كيف ما كتشوفوو الشكل من البروفيل ديالة سكودا اوكتافيا من الجانب ديالة كتجيب دي جونت الياج تاعة 16 وكتجيب دي جونت تاعة اليمنيوم عندك اللي خوتخوفيزاص غابطة بالاوتوماتيك فيهم سيليمينوز عندك اللي فيتخ ديالة داير عاليهم واحد وتيكونون اللي بواني كيتحلول البابان ديالة ما الليبر كنادل الوبصيون هذي زمان زائد شنو اخر عندك اللي فيتر ديالة تانتي فومي باك تيجي باك تاعة على حسب الفئة اللي اختاريتي هذو اهم الحواج اللي كان في البروفيل ديالة عجي نشوفوها من اللور سكودا اوكتافيا من الخلف ديالة ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ديالة كيجي في الكلور ديالة الكاروسري ديالة الكفر ديالة خمسمية وتسعين اطرا كبير ماشاء الله وكافي كافي كمساحة تخزين وفيه البريز تاعة دوز فولت وكينفي الاضاءة كذلك زائد من ناحية السيكوريتي فيها ربطات السكور والتروس ودك شي كامل هذو كمساحة تخزين كشكل خارجي تاعة طنابيل من الجانب ديالة ومن القدام ديالة اجي نشوفو الطنابيل من الداخل ديالة طنابيلة من المقصورة الخلفية ديالة عندك البونكيتاريا غابة طابل باش تزيد في المساحة تتخزين ديالك جاو انتوسي جاو منتوب عندك ايزوفيكس من اجل تثبيت الاطفال كتقنية من ناحية السلامة ضرورية عندك الكليماتيزاصيون بيزون اوتوماتيك وعندك هنا او مساحة تتخزين اضافية هاتش زوين في الحقيقة طنابيلة ما شاء الله واسعة عائلية بمتياز اجي باني طوارق الامتيسة اجنشفو الطنابيلة من الداخل من المقصورة الامامية كوندكتور بباساجيل تيغلسوف القدام نبدأو بالباب الماتير اللي جات في الباب عندك الفيدر الالكتريك البوني كرومي جا فيها ديسباس دورانجوم جات بربعة على هوت بارلر كيف مما قلت لكم السلغة ديالها او الكرسة ديالها جاو ان تسو منتوب غيقلا بالمانيول كتريك لوبيد عندك الفولون هنا جا ملتي فونكشن جا تروا برانج و عندك كتتحكم ببطن في الوردينتور بورد ديالك و تليفون في ستريمين ديالك في الانترافاز ملتي ميديا اللي عندك ما شاء الله البط فيتاس ستتعلي رابور شكل ديالتونو بيلا فتنسو كبير مع شكل خارجي دياله والموتوريزازيون دياله اني كرون ست بوس ملتي فونكشن يعني الراديو الميديا مفيهاش للأسف الميديا ناف او جي بيس الكليماتيزازيون بيزون اوتوماتيك ديزيسباس دورانجومو كيني بتونو بيلا بعد شكل زوين الاند بريك فينجر بريك كي تسمد سيستيم دو فرناش الاكدوة دياله في مساحة تخزين البواطاقون دياله فيها الإضاءة و تتبردها الخود فيها إمكانيات تبريد كيف ما قلت لكم بوانيك رومينا ايجا في شكل زوين كسيارة عائلية سيارة بيزنز من هذ الفئة هذي كذلك كيف ما قلت لكم ايجا فيها واحد لانستيق ديكواتي والناليمنيوم مهم تونوبيلا بيمكنك تشوف تونوبيل بيمكنك تشوف موت درايف ايكوناميك درين فماشاء الله على حسب الفئة الاختاريسي فمثلا الاختاريسي الاديسيون الميتة تكون عندك بواطة فيتاس اوتوماتيك في الديسج اخير ما تديبلوبات الولزفاقن في البواطة فيتاس وعندك تكون عندك انيكروان تاكتيل يعني اخير ما يكون في الإحداثيات و الاسابليكاسيون ديالها تسيب بورتي الاندرويد ما شاء الله فأخير ما يكون على حسب الفئة الاختاريسي اكيد تكون 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 الديس اوبسيون زايدين كثما اكتلكم الولان ديالها فاقير ما تكون تكون ملتي فونكسيون تكون فيه الوردينتور دوبورد ديالها عندك تكون تكون عندك ستارت ستوب ايكو او ديماراج صنكلي على حسب الفئة الاختاريسي هدا عادي فتمنى الله يعجبكم الفيديو او نادي نقول لكم محتى الاخر فئة و ما تنسوش لايك سبسكرايب شكرا بس سيف